السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير النهاردة جايبا لكم مورد للشفايف تحفة بجد الناس اللي شفايف همتشققة وكمان عايزة تعمل توريد طبيعي للشفايف اقوى مورد للشفايف وهنعمل كمان سكراب بسيط كده وسريع لنفخ الشفايف البنات اللي عايزة شفايف هتتملي كده وكمان تبقى حمرة كده ووردية بحاجة طبيعية بازن الله هتعمل معي النهاردة الوصفة دي نصلي على النبي عليا افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو ونسمي الله معي كده بنجر زي ما انتو شايفين بنجر او شامندر معي كده هي بنجرية انا حطها في الفريزر بعمل منها كل الوصفات بطلحها كده زي ما انتو شايفين من غير مبشورها ولا عاملها على اصير ولا اي حاجة بعصورها كده لانها بتبقى فيها مية كده زي ما انتو شايفين بطلحها كده بره كده يعني اطلحها من الفريزر شوية قلقاها طريت كده عصورها زي ما انتو شايفين معي انا خدت كده حوالي معلقة كبيرة من مية البنجر وتعالوا بقى نعمل السكراب بتاع الشفيف ونكمل الوصفة بتاعتنا النهاردة بجد جايبالكو وصفة سهلة بمنكونات طبيعية هتعمل نفخ كده وتوريد وتأشير للشفيف بازن الله وكمان هتعمليه كده بحاجات طبيعية مش هتحطي ميكوب خالص انسي بقى الميكوب وعملي معي الحاجات الطبيعية اللي هتبسطك جدا وهتدلعي نفسك كده بحاجات بسيطة من غير ما تصرفي زي ما انتو شايفين كده نص معلقة من الارفة ونص معلقة من السكر طبعا لو هتعملي المرة واحدة يعني هتعملك كده تأشير مرة واحدة لشفيفك زي ما انتو شايفين معي كده ونص معلقة من زيت الزتوني انا خدت معلقة رجعت نصها وحطيت نصها زي ما انتو شايفين كده حاجة بسيطة خالص خالص هتوردي كده شفيفك وهتقشريها وتعملي لها كده سكراب وكمان هتدلعي نفسك بجد وهتشوف الفرق بنفسك حاجة كده طبيعية بنات مية في المية بجد هتعمليها في ثواني هتحصولي كده على شفيف وردية ومنفوخة ويبصوا امر كده بجد هتشوفوا بنفسك الفرق زي ما انتو شايفين كده معي هتاخدوا بقى على الشفيف والسكراب ده ممكن تعملوه على وشكوا كله هتشوفوا كده بقى النعومة اللي في الجلد بجد حاجة راهي بقى يا بنات القرفة من اقوى الحاجات اللي بتدي كده تشيرت الدورة الدموية هتديك تفتيح كده فوري وتأشير بإذن الله مع زيت الزيتون والسكر اقوى مكشر بجد حاجة كده تحفي يا بنات الناس اللي بتحب تعمل كده تأشير للجلد الميت طبعا الجلد الميت اللي بيبقى في الشفيف وبقى ناشف كده ومضيق ومش عارفة تحطي روج او مش عارفة تحطي حاجة كده طبيعية هتعملي بقى وصفة طبيعية النهاردة بعد ما عملنا بقى الاسكراب هسيبه كده خمس دقيق على الشفاية وبعد كده تخسليها عادي جدا معايا بقى المعلقة اللي احنا خدناها زي ما انتم شايفين كده من البنجر حاجة كده بسيطة خالص يا بنات هتعملوها بجد هتفرق معكو جدا جدا امشوا على الوصفة دي كده على طول بصوا مش هتبطلو تعملوها هجيب بقى نص معلقة صغيرة خالص من الليش لاننا هعمل كمية صغيرة زي ما انتم شايفين مش هعمل كمية كبيرة طبعا بتبقى الحاجة غالية وبتتهدر فطبعا انتم لما تيجوا تعملوا عملوا على قدكو على قد كده الوصفة اللي هتعملوها وبعدين لو عجبتكو يبقوا جربوها تاني تمام كده صلوا على النبي علي افضل الصلاة والسلام وما تنسوش تحطولي اللايك وتشتركوا كده في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل باذن الله الفيديو ده يعجبكم جدا جدا يا بنات على مسئوليتي كده وعلى ضمانتي هدية مني ليك هدية بسيطة كده هتحصلوا كده على شفيف زي الامر بجد وشفيف وردية ولو طبعا عايزة تنفخيها زم انا قلت كده تستخدمي الارفة ولو مش عايزة موضوع النفخ ده خالص اعملي كده سكروب بسريع مش هيحصل اي حاجة او حطي كده قهوة بدل الارفة تمام كده استبدل الارفة بالقهوة بصوا ربع معلقة صغيرة كده من النشا شايحنا عاملين كمية صغيرة يا بنات وهنقلبها كده زي ما انتم شايفين لحد ما تدوب خالص خالص اه في البنجر في مية البنجر بصوا الحمار بتاع البنجر احلى حاجة ما تعملي كده وصفة من مقونات طبيعية من البيت كده وتحس بالفرق بجد تقولي انا كنت ازاي باشتري بقى مكياج وباشتري حاجات غالية وفي حاجات كده طبيعية في البيت بلاش بتدي النتائج دي رفعتها كده ثواني ثواني على النور ثواني مش هقولك دقيقة هي ثواني لانها حاجة بسيطة زي ما انتم شايفين بقى عاملة ازاي اللون احمر بص بجد التصوير ظالم اللون لون احمر بجد وتقيل كده وكريمي حاجة تحفى بجد هتعجبكم جدا جدا زي ما انتم شايفين معايا كده هي كمية صغيرة حوالي معلقة صغيرة كده من الكريم اللي احنا عملناه ده بتاع البنجر لتوريد الشفايف بص بقى هتبقي امر 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 بجد والله العظيم تلاتة ولا هيباني اللي انت حطة بنجر بص كأنك حطة حاجة طبيعية بص يروش كده طبيعي او تنتي طبيعي كده وموردة شفايفك بجد يا بنات هيجبكم جدا هنرتب بقى الشفايف بايه زي ما انتم شفتوا كده تلات اربع نقط من زيت الجوز الهند واحط كمان حاجة وسيطة جدا من زيت الزيتون بصوا يعني بصوا نقط كده لان انا عاملة كمية صغيرة خالص طبعا عايزين تضعفوا الكمية وراحبكم خالص بس عشان ما تبص من نقو كده اعملوا على قدكو هقلبهم بقى كويس جدا جدا والمفروض ده ندمج الزيوت كويس جدا جدا كده مع بعض تختيرت كده زي ما انتم شايفين معي وهجرب بقى على ايدي بصول هوريكو دلوقتي لما جرفتها على ايدي اللون الدني ايه هتشوفوا دلوقتي ادتني بجد طبيعي فوري انت ممكن كمان تستعمليها للخدود وممكن كمان تستعملي بعد ما تعملي الاسكراب الكريم اللي احنا كنا عاملينه التينت الطبيعي لتوريد الشفاف والخدود ده اللي احنا عملناه مع بعض وعجب ناس كتير جدا جدا لانه سهل جدا يبقى ارجع وشوفوا الوصفة دي بجده هتعجبكم ودوة الكريم البنجر اللي احنا عملناه دلوقتي بصوا بقى حاجات طبيعية وصفة طبيعية معلقة سكر ارفة اللهم صلى على النبي زيت زتون حاجة طبيعية بنات بجده هتعجبكم جدا جدا زي ما انتو شايفين بقى كده معي اللهم صلى وسلم وبايك على سيدنا محمد ولي رأيكو ايه بجد بجد تحفى 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 للترتيب وتبصوا والتوريد كده حاجة تحفى ممكن تحطي الاتنين على بعد زي ما انت شايفة كده وممكن تحطي ده الواحد وده الواحد والاتنين هينفعوك جدا في الوصفة دي لو عندك بنجر اعملي الوصفة دي لو ما عندكش بنجر وعندك كريم اعملي الوصفة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت بتاعت التنت الطبيعية زي ما انتو شايفين بصوا اللون عامل ازاي بنات والله العظيم حاجة تحفى بتديك توريد وتأشيل وترتيب للشفايف بجد جميل جدا جدا هيعجبك جدا انا متأكدة وده الاسكراب اللي احنا عملناه بصوا حاجة بسيطة لو مش عندكو الارفة حطوا قهوة تمام كده الارفة بقى بتعمل ايه بتنفخ الشفايف كده كأنك عاملة فيلر من غير فيلر ومن غير اي حاجة اعملي النفس كل حاجة في البيت من غير ما تصريفي ومن غير ما تنزلي ولا تشتري حاجة من برا يعني يعني بصوا عصر تبانجر وربع معلقة نشا حاجة بصوا وهمية على الالوان وعالجمال وعالحاجات اللي احنا عملناها عايز اقول لكم ان انا جربت اداني ترتيب فوري للشفايف ولمعة وتوريد بجد هيعجبكم جدا بعد الاسكراب اعمليه يوم بعد يوم هيعجبك جدا جدا بازن الله ممكن تعمليه كل يومين مرة عشان طبعا تأشير الشفايف هو من اول مرة هيشلك الجلد المايد اللي في الشفايف وهيديك ترتيب طبعا زيت الزتون قوي جدا في الترتيب وكمان الوصفة اللي احنا عملناها بتاعت البانجر والزيوت اللي احنا عملناها هتديك كمان ترتيب وتوريد قوي جدا جدا للبنات اللي مش بتحب تحط ميكوب او تنزل به الوصفة دي هتعجبها بصوا بعد ما غسلت ايدي والله العظيم بجد هتعجبكم جدا جدا على ضمنتي اعملوها وجربوها بنفسكم واشوفوا الفرق وممكن تحطيها على الخدود كمان زي ما انا قلت توريد كده حاجة طبيعية بصوا حاجة بسيطة خالص وتعملت بسرعة كده وانتي وقفة مش هتاخد معاك سواني وهتبقى بالمنظر ده متكسديش بقى بصي هتتمني لو عرفت الوصفة دي من زمان ما كنتش هتشتريت انت ولا رجوة ولا اي حاجة من بره هسيبكوا بقى في امان الله ما تنسوش اللايكات مع الف سلام